هذا العدد من برنامج هونى تونس المناظرة على يسار الأستاذ أحمد الغلوفي عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب أستاذ أحمد مرحبا بك أهلا وسهلا برك الله فيك هذه أول مرة تحضر معنا في هونى تونس هذه أول مرة نحضر الراديون هذه أدو مرحبا بك أحمد الغلوفي سعادة جدا باستضافتك وحضورك معنا اليوم في برنامج هونى تونس المناظرة على يميني سرحانا الناصري ربما هو وراء وتشابه في الأسماء وفي الألقاب ما عندوش علاقة بجمال عبد الناصر رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان مرحبا بك أهلا وسهلا محمد وبالنسبة لجمال عبد الناصر يبقى زعيم عربي قومي كبير نكون له كل الاحترام حزب التحالف من أجل تونس ما عندوش علاقة بالأفكار الناصرية مش أفكار ناصرية ما عندوش علاقة بالإديولوجيات وبالأفكار نحن حزب تونسي الشبابي يجمع بين كل شرايح المجتمع خلينا الإديولوجيات للأحزاب التقليدية التي تتجر بمثل هذه الكلمات مرحبا بك سرحان الناصري وشكرا على قبول الدعوة نذكر المستمعين والمستمعات كل عادة بوسيل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوانة فهم وتجمد خليو كل التعليقات والأراء والمقترحات تجمد تابعونا أيضا على باش فيسبوك ديوانة فهم تقاول بث الحي البث الرقمي تجمد تتفعلوا معنا وفي الفقرة الختمية ننقل أراءكم وأيضا أسألتكم لضيوفي في الستوديو سرحان الناصري وأحمد الغلوفي أيضا تجمد صوته في السنداج التي تقاوى في باج فيسبوك ديوانة فهم من كان الأكثر إقناعا بالنسبة لكم في هذه المناظرة من الآن ينطلق التصويت وتلتحق بنا في ختام الحلقة الزميلة ابتسام شويخة لرصد مختلف ردود الأفعال وأيضا في علاقة بأسألتكم لضيوفي في الستوديو موضوعنا الأول ومحورنا الأول اليوم اللي نحكي عليه في برنامج هنا تونس المناظرة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب مبادرة أثارت الكثير من الجدل وأسألة الكثير من الحبر ندوة صحفية عقدت في الشارع وليس في القاعة لكان من المبرمج وأنه تعقت فيها يوم الثلاثاء الماضي اتهامات لرئيس الجمهورية ولهذه المنظومة السياسية الحاكمة حاليا بالتأثير وأيضا الضغط لمنع عقد الندوة الصحفية وهذا الاجتماع لكان مقرر في قاعة أفراح وأنه أجبر أصحاب هذه المبادرة على عقدها في الشارع لكن الأهم ربما مخرجات هذه الندوة الصحفية بعيدا عن الاتهامات والردود المتبادلة بين المشرفين على هذه المبادرة ورئيس الجمهورية اللي قال على أصحاب هذه المبادرة وأنه لا وزن لهم حتى يتم منحهم المبادرة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تطرح خريطة طريق متعلقة بالأزمة السياسية الراهنة ومن خلال هذه الخارطة دعوة لإلغاء حالة الاستثناء وكل ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية كما وصفت من قبل أصحاب هذه المبادرة وفرض العودة إلى المصارى الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 تبقى لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الراحل الباجي قايت السبسي وتتطمن خريطة طريق هذه أولا عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حصن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله بما يمكنه من إنجاز المهام الأساسية التالية استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إرساء هيئة الحاكم الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العلية المستقلة للانتخابات العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية لسيما هيئة الاتصال السمع البصري تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية يقول المشرفين على هذه المبادرة تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيين ودوليين وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار والانفجار الاجتماعي وتلتزم هذه المبادرة حسب نصها بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الاستراتيجية الكبرى وبمشاركة من كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصا ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤسس لإرساء منويل تنموي عادر ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق وأيضا بالإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية والرفاهة إطلاق هذه المبادرة وخريطة الطريق وجملة هذه المقترحات السياسية من قبل المشرفين على هذه المبادرة يتزامن مع دعوة لتحرك احتجاجي هذا الأحد في تونس العاصمة وتحديدا في ساحة بردو قبالة مجلس نواب الشعب المعلقة صلاحياته ربما بين الندوة الصحفية وبين الدعوة للنزول إلى الشارع هناك أسئلة عديدة تطرح أحمد الغلوفي عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب هذا التحرك الاحتجاجي لدعيتله ما يتناقضش مع هذه المبادرة لفيها دعوة للحوار السياسي لا كوين يتناقض نحن نملك حق دستوري وأصبح حق إنساني حاليا في الأنظمة المتقدمة وعند الشعوب المتقدمة وعند الثقافة المتقدمة نحن لم ندعو إطلاقا إلى الصراع ولا إلى المواجهة ولا إلى العنف ولا إلى تهديد الاستقرار الشارع هو الذي جاء بالثورة وهو الذي جاء بهؤلاء جميعا وهو الذي جاء بالسيد الرئيس وهو الذي جاء بنا والشارع للجميع طالما بقينا في السلمية ونحن نؤكد على هذه السلمية وهذا أمر لا يضير إطلاقا أي تحرك بالعكس الشارع وسيلة من وسائل التعبير الحديث والمعاصر والسلمي طالما بقي كما قلت في إطار السلمية إلا أن الدعوة للحوار هي استراتيجية ليس لنا إلا أن ندعو الناس للحوار لا أحد له الحق في أن يرغم أحدا في هذا العصر قرن 21 حتى حد ما يدعي الحقيقة الذين يدعون الحقائق ويملكون الحلول للكون فسعدتا يقولك عندي حل الكون للإنسانية هذوك لا يرحمهم شو شكون اللي قال لك لماذا؟ شنوه؟ شكون قال لك لماذا؟ من قال أنه عندي حلول الإنسانية؟ السيد الرئيس عندي حلول الإنسانية مش كان لتونس أنا التقيت مع بعض المنظرين وأنا السعيد بصداقتي بيه بطبيعة سيري ظالينين وهو مثقف حقيقي يقول أن نحن نستطيع أن نعمل حل للإنسانية ضد الرأسماء المتوحش والليبرالية كذا كذا وكلام جميل من ناحية فكرية وأنا أعرف من أين ينهل وأنا أستاذ الفلسفة وأعرف هذه الأمور أكثر منه وأكثر من السيد الرئيس عام تونيون يقري وما إليه وهذا كلام صدقني جميل من ناحية فكرية كيتقراه أنت على طاولة وعمل كاستاي باي 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 كيتحاول التبقى على السيادو على الدنماركو على فلنداو على ألمانو شوي زادة مشيصة لخطرة ألمانية الشرقية فما زلت من شكل كل ولا يتنجم راو هما تجيب لهذه ما ما زالوا على العركب الدبوس على زوزميترو وأرض سي اي سي انكروا يا ابن ماهي مهمنيش خلينا في المبادرة متاعنا مبادرة متاعنا تدعو الحوار ما عندناش أكثر من الحوار نحن لا نمشي نحرك الدبابات لعننا جيش لعننا أمن هذا أولا ثاني شيء لا حل إلا بحوار الفرقاء جميعا وأن يأتوا إلى كلمة سوا صدقية وكل صراعاتنا وفشلنا هو نتيجة عدم الحوار وكل صراعاتنا وفشلنا هو الإقصاء والإقصاء المتبادل حتى بعد يولي إقصاء الإقصاء وكل واحد يقصي لآخر تعرف لك أننا نمشي في الإقصاء متاحة مظامة وكل واحد يملك الحقيقة صدقني لما يقعد بها واحد برك صدقني إلا أنت ماشي بالك إقصاءهم للنهضة يسيد نفرض عبثا مش جدلا خاطر جدلا عندها شوية عقلانية عبثا يسيد النهضة يذي تبخرت غدوة مش ي بالك بش يقيلونها غدوة تولي عبير مشكلة وبعد عبير تولي حركة الشعب مشكلة أنت تذكر يعني مش لازم نتخرنين تذكر وقت ما دخلتش حركة الشعب للجبهة الشعبية أيام مرحوم شكري بالعيد والبراهمي يهاجموا في حركة الشعب كما يهاجموا في النهضة تقولوا ما أنتم أخون جي غربوع وأنتم متلفتين الشرق وأنتم ما تمنوش بالأمة التونسية تمنو بالأمة العربية وبالطبيعة حركة الشعب يعني قومي نمنو بالأمة العربية نمنوش بالأمة التونسية يعني الخطاب الموجه الإقصائي النهضة الآن وجهوه حركة الشعب ونفرضوا ارتحنا مع حركة الشعب باش تنفجر الصراعات لكن نفس التهم هذه توجهنا راجع الحكايات الغلوفي وأن هذه المبادرة في الظاهر هي مبادرة ديمقراطية هي مبادرة تضم وجوه تبدو مستقلة تبدو ما عندهش ارتباطات حزبية وسياسية تبدو متنوع على مستوى المنابع الحزبية والسياسية والفكرية لكن في حقيقة الأمر هناك من يرى في هذه المبادرة هي عملية مخاتلة لا أكثر ولا أقل الهدف منها القيام بدور ما بالوكالة عن حركة النهضة النهضة المتنجمش تهبط للشارع النهضة المتنجمش تواجه الشعب التونسي اليوم انتم تقوموا بعمل بالوكالة لإعادة النهضة ومنظومة 24 جوليا إلى الحكم والحال وأنه فاتكم القيطار كما يقول المعارضون لكم شوف الوسوسة هذه القهرية ما كعرف ثم امرض في العلم النفس الوسوسة القهرية صدقني ديمة عندهم ديمة هي ثم قوى غيبية وقوى هي الجيش وأي تحرك هذا يراه ضد فلان ويعمل بالوكالة مع فلان إحنا أكثرنا حدثيين إني قومي إني نهضاوي إني مش موديرن الجميع ما عنديش التفكيرات الديني هذي إطلاقنا حتى برحكاية فاشلة يعني برشة جماعة أخرين جوهر بيكم الإسلامي جوهر يريد بيكم الإسلامي وليصلي وليصلي يريد اهديكم يا ربي فرق ما بين أن أتدافع على الديمقراطية كحل استراتيجي لها البلاد المنكوبة لنيركبها هم وفرق ما بين أنك تنطق باسم حزب معين شمال يومالها النهضة والشمال يومال أي حزب أنا مهمتي وسوف نناظل من أجل استعادة المسار الدستوري استعادة المسار الديمقراطي ونرجع لعدر للشعب في كل الأمم في التاريخ وقت الياقع بلوكاج كبير بجهربي وين يمشوا وين يا أخويا ما عندنا صاحب السيادة ولا ما عندناش يا رجعوا لصاحب السيادة كان فيزة النهضة يا أخويا ما عندي ما نعمل لكم شو بيش نعمل لك أنا أنت ما قدت شروحك ما ختمت شعروحك قعدت بعوق نهارك كليك في التليفونات وفي التلافز وفي الفيسبوك وما هبطتش للشعب الشعب النهضة فكت منك الشارع شو باش نعمل لك القوميين واليسار جوا عام 62 التونس ولا النهضة جت في السابع آخر سابعنا الثمانينات يعني فيتينها بعشرين عام شو بها فكت منكم الشارع بره هون عشر سنين استيقين من قبل عنا عشر سنين في عوض نشر الأكاذيب اللي ما عندها حتى دليل بره أثني ركبتك وبره للشعب التونسي أوقنع والله ماذا بينا رتحونا منها قسم من بالله ماذا بينا رتحونا منها لكن ما ترتحنيش منها بالدبابات واضح بالله سمعني كلمة واحدة ترتحني منها بالدبابات عارفش يقع باش يكونوا أقوى سيادتهم بعد عشر سنين يقول لك أخويا والله يجتنا الدبابات وحنيزوا هولا وتولي هاكل البكائيات أما وقل تخليهم يحكموا هذا حسانك وهذه السدر كانت تكاوه وفشله بنار السلطة الله لا يرجعهم ماذا بينا يتطور الوعي التونسي ونجيبه أحزاب أخرى عندها برامج أخرى أما شدني ونعكني ونعكلك تارش باش يقولوا تو والله ما خلونياش نخدم والله عملوا عليه منقليب وصحيح عملوا عليه منقليب نحن معا عودة العهدة إلى هذا الشعب المنكوب وهي دعوة لا أظن أن إنسان عاقل ضدها واضح سرحان ناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس أنت واحد من المنتقدين لهذه المبادرة من عندك موقف منها ومن المشرفين عليها وربما يقول لك أحمد الغلوفي وأنه اتهام أصحاب هذه المبادرة بأنهم يشتغلوا بالوكالة لصالح حركة النهضة لإعادتها إلى الحكم هي وحلفائها هذه تهمة مردودة على أصحابها الهدف من هذه المبادرة هو العودة إلى الديمقراطية العودة إلى الشعب من أجل تحكيمه في انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانه متعود كيف نتحاور مع ناس نبدأ عرف شكون قدامي توجهوا صيفتوا سي أحمد الغلوفي أنا ما قطعتكش في كلمك لا أنا ما قطعتكش في كلمك على الأقل تحترم الحوار أنا ما قطعتكش برغم أني قلت برجك خلي وصل فكرة توابع تجاوبوا توابع تتساعد معها لا لا اسمع حوار لما ما تدفعش معي أفكارك لما هم ليش بتوجهات ولي مش ما تعدلوش بعد رد عليه مسيلش سيسرحان تفضل شفت العقلية بتاع برشا ناس كيفاش ما يحترموش الحوار أنا ما قطعتوش في كلمه ونطلب منك الفضل أنا ما تطعنيش في كلمه هلا خليني في صلب الموضوع خليني في صلب الموضوع هو شكون سي أحمد غيلوفي هو عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة المواطنون ضد الانقلاب ويقولك هويتي ومرجعيتي الفكرية أنا قومي وأفتخر بهذا هو قومي هو خوينجي هو مؤتمر تابع منصف مرزوجي وفكر المنصف المرزوجي ما نعرف شأنك ينشوف دخلت مش نشوف شكونه سي أحمد غيلوفي مع احترامي لشخصي نلقاه في 2020 يدعو حركة الشعب اللي كان ينقض فيها لتأسيس الكتلة التاريخية بين القوميين والإسلاميين ضد المنظومة القديمة معناها مش تلون على كل لون يا كريمة سامحني ما تخصش على كلمي من فضلك أنت في كلمك تو ما خليت ما قلت ما جاوبتكش خاطرنا سنة في وقتي فما ناس تسمع فيها عندي حزب نمثل وين هو مجموعة من الشباب ومن الكهول ومن الشويوخ من فضلك سي محمد مش تخلينا نتحاول ولا ما غير ما نتشنجو خلينا نحكي خضيخ مسلاش نتقيقة خضيخ مسلاش نتقيقة يحسب روحوا في قري ولا في كلاسي قري في الفلسفا دون شخصات نقاش من فضلك تخلينا نتكلب أمشي مباشرة للفكرة أمشي مباشرة للفكرة ما قلتش الإطار أني مش نحكي فيه سي محمد يتعاهد هو مع شقاطك ربوع ساعك أم له هو يظهر علينا هو شكون شكون اللي يمثل يمثل خوينجي يمثل المسار يمثل القوميين يمثل حركة الشعب هذا نخليه على جنبه اليوم يتكلم باسم ضد الانقلاب سي سرحان رجال باش نحطوا نقاط على الحروف موضوعنا هو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وسيد أحمد الغيلوفي مشكور على تلبية الدعوة هو عضو في الهيئة التنفيذية لهذه المبادرة خلينا في لب الموضوع شنو موقفهم من هذه المبادرة أنه أنا كيجيت مش شوفنا القواحد متلون في كل المواقع المهم مواطنون ضد الانقلاب شنين مواطنون ضد الانقلاب هل هي حزب سياسي هل هي منظمة هل هي جمعية هل هي حاجة مهيكلة هل هي حاجة عندها قانون معناها يخوللها ولا التصريح يخوللها للنشاط والخوف في العمل السياسي أحنا نهارة اللي اخترنا باش نعملو ندخلو نخوض في الشأن السياسي وفي الشأن العام قالوا لنا فما قانون في البلاد يزنكم تحترموا ألا وهو المرسوم 88 المنظم الأحزاب السياسية وفما المرسوم تعلجمعيات وفما كل واحدة عندها إطارة اخترنا أن نحترم القانون وأسسنا حزب سياسي الناس هذوما اللي قاعدين يتكلموا على مواطنون ضد الانقلاب ماذا بينا نعرف هذوما وجودهم قانوني غير قانوني يخدموا في النوار هذوما فوق القانون الحرب اللي على الوكالة يقولوا معناها احنا مع الشعب التونسي ضد الانقلاب أي انقلاب انقلاب الحق عن الباطل انقلاب الشعب التونسي على منظومة هتكتلوا المؤسسات وهتكت الدولة التونسية على مدى عشر سنين على ما كانت هي مهتكة من قبل اليوم كنشوف مواطنون ضد الانقلاب وقياديها اللي يقول لك احنا ما احناش مع النهضة ما احناش نعملوا في عركة مع النهضة النهضة اليوم وقلب تونس لم يعود لهم الوجه باش يواجهوا ناخبيهم والناس اللي اعطاعتهم الشرعية لانه متحيلوا عليهم في الانتخابات اذا اذا ناس هذوما وكلوهم باش يتعاركوا باسمهم ناس هذوما كنشوف القيادين اللي فيها نلقاه عامل في اقل شي في كارييرو عامل زوسلة انقلابات اللي انقلب على سيلبيجي الله يرحمه اللي انقلب على الخوانجية اللي انقلب على حركة الشعب اللي انقلب اللي تمرس في الانقلابات معناها وكنا نشوفوه مستشار في حكومة سيلياس الفخفاخ وكان ينظر شيقيسي سعيد الاستاذ البرامج نهارة اللي خرج من الحكومة انقلب على مواقفه شوفنا واحد اخر كان قيادي في حزب وكان في ديوان رئاسة الجمهورية وبعد سمعنا ان هو تم تعيينه كمستشارا في الحكومة وطاعت الحكومة قبل ما يتسمى بالنسبة ليك لا افق لهذه المبادرة سرحان ناصر اي مبقيت مبادرة هيتدعو يتحرك احتجاجي وملاحظ القاتب وربما الافة واسا قد ينزلوا نحترمهم نحترم كيفة الشعب التونسي اللي يخرجوا ويقول لا احنا بالنسبة لينا خرجوا وتكلموا وعملوا احتجاجات في الشوارع والشارع كان يرفع الجميع وكنا حاضرين واحد في الجهة هذي واحد في الجهة هذي على فكرة توضيح صغير انا لست من انصار قيسة سعية ولا لست ناطقا رسميا على لسانه ولا على مؤسس لئاس الجمهوري وانا اشد المدافعين على خمسة عشرين جويلية في البلاتويت تلفزية وليدعي خمسة عشرين جويلية نسانده وندعمه لحظة عاد انت عطيته ربعة ساعة انما لست مخليتش خمسة طائق عندي فاصل جيت عندي أنا الفاصل محمد ونرجع لك صرحان ناصري فاصل ورجعي المناظرة هنا تونس المناظرة نص نهار وخمسين دقيقة ما زلنا موصلين معكم حتى للماضي ساعتين ضيوفي في في المناظرة لهذا اليوم محمد الغيلوفي عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب اللي تدعو لتحرك احتجاجي امام مقر البرلمان في صاحة برضو يوم الاحد المرتقب وصرحان الناصري رئيس حزب التحالف من اجل تونس واحد من الاحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد في الددابير الاستثنائية وفيما صار ما بعد خمسة وعشرين جويلية الفين وواحد وعشرين أرجع لك من جديد صرحان ناصري في علاقة بفكرتك نعم بالنسبة لمواطنون ضد الانقلاب وهذا التحرك اللي يدعيوا ليه هنا نشوفهم مجموعة تنشط خارج اطار القانون نعم ما عندهمش هيكل منظم باش يخوضوا في العمل السياسي الناس هدوما كما شفنا في فترة ما البرلمان دخلوا فيه الكناطرية اليوم مجموعة منهم هما يمارسوا في مهنة الكونترا في العمل السياسي يخدموا في بضاعة غير قانونية اللي هي بضاعة الخوانجية اللي حكموا فينا عشر سنين مع الأحزاب المتحالفة معهم على مدى العشر سنوات واللي دمروا المنظومة الحزبية والمنظومة السياسية ودمروا المؤسسات للدولة مواطنون ضد الانقلاب كي نشوف انه نهار لحد عملوا اجتماحهم في الشارع ما نعرش اذا كان خذوا ترخيص باش يعملوا حاجة في الطاعة والانهار الثلاث شفت فيهم الياساري والقومي والخوانجي وقيادات من حركة النهضة وقيادات منقلبة وقيادات عندها ألف لون أولون الناس هذوما مش هما يدعوه لإرجاع المؤسسات الدستورية في البلاد احنا ندعوه لإرجاع البرلمان وإرجاع الفصل بين السلطات وإرجاع المؤسسات الدستورية لكن ليست على شكلة ما قبل 25 جوليا الناس اللي دخلت للمجال السياسي باش تتاجر بألام التوانسة وباش تتاجر بالقضايا وباش مني تقرع سي أحمد الغلوفي قال سيد الرئيس هو الحاكم بأمره ويعرف كل شيء ويفهم في كل شيء وبعد قل لك أنا نعرف أكثر منه معنا ممكن هو يعرف ممكن هو عنده الحقيقة كاملة الحقيقة يدعونا إلى تجمع في ساحة باردو صوتي اللي نقوله ولي نوصلولهم باردو وساحة باردو لن تكون رابعة وبرنامج رابعة اللي شوفناه في مصر وكل تجييشهم واستغلالهم للمشاكل اللي صار في البلاد وألام التوانسة اللي حبوا يتجرون بها لمربع العنف العنف ثقافتهم وليست بثقافة التونسي أحمد الغلوفي عضو الهائة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب أنه بالإضافة لحضور شخصيات وطنية مستقلة شخصيات خاضة تجارب حزبية شخصيات حتى لها انتماءات سياسية حزبية هناك شخصيات مستقلة وشخصيات كانت في الضفة المقابلة ولعل أبرزهم المستشار السابق لرئيس الجمهورية عبد الرعوف بطبيبلي كان حاضر في هذه المبادرة وأعلن عن انضمامه لها وكان أدل بهذا التصريح نسمعه مقتطف منه لا أحد ينكر أن تونس حاليا في عزلة تولية لنا شاركة مع الاتحاد الأوروبي ولنا شاركة مع الولايات المتحدة ومجموعة السبع شفتوا البيانات اللي صدرت عليهم الكلهم يجمعوا وأنه لا عودة للتعاون إلا بعد جوع الشرعية الدستورية نحن في عودة قابلوا هدايا بإصلاحات والتفاوض وعقلانية معندها قابلنا هدايا بخطاب متشنج بخطاب معندها سيمة من الاستعلاء وخرجنا معندها كعار السيادة الوطنية السيادة الوطنية هذا خط أحمر كل وطني غيور ونحن غيورين على تونس ربما أكثر من غير لكن في مجالات اللي أحنا فيها عندنا علاقات دولية عندنا التزامات دولية معاهدات صادقين عليها فيه التزامات سياسية وأخلاقية لا يمكن أن نتخفى وراء هذا الشعار المطالب مننا أحنا حاليا بان الثورة كل البدان فزعت عندها قام الدعم اللازم لهذه التجربة مدة عشر سنوات فيها هالناس صحيح التجربة لكن لا نقابل ذلك بالقطعة نهائي مع الشرعية الدستورية طبعا التصريح هذه اللي كنتم تسمعوا فيه وتشاهدوا فيه أيضا في باج فيسبوك ديوانة فام هو من موقع كشف ميديا وتحية لزبالي المشرفين على هذا الموقع أحمد الغلوفي مش نعطيك المساحة للرد على سرحانة ناصري وأيضا لتوضيح رمزية السياسية لانضبام عبدالعوف بطبيب لهذه المبادرة وهذا الكلام اللي كنا نسمع فيه من المستشار السابق لرئيس الجمهورية بالنسبة لكم والله سمحني مش باش نتفعل مع سرحان لاني صراحة جاي على أساس أنا نلقى جمال سياسية ونلقى أفكار نلقى مشاريع يعني ثم صراع أفكار مثمر نجم تجيبه السباب والشتام والتحريض اني منجمش شخصيا منجمش وهذا يا عندنا عشر سنين فيه والله لمفعل توانس بالعكس مش نغرقو فيه جيني تقولي شنية المبادرة هذي شنية الأسس متاحها شنية المحاذير متاحها ولا ينمشي معك لذلك أنا سوف أخير أن أتكلم على هذي المبادرة خليني نقول نقطة مهمة نحن لسنا مع 24 وما قبلها لو ترجع إلى تدويناتنا وما كنا نقوله في التلفزي وفي الراديو وما نكتبه سوف تجدنا نجلد كل من حكم من 2011 حتى الآن يعني شخصيا أقرأ لي كنا غير راضين إطلاقا على ذلك المسار دونك يا جماعة توا وقت نقول ورا ونحب ونعود نرجع البرلمان اللي مهمة واحدة لإعادة العهدى للشعب لا يعني أننا كنا مع الذين حكموا أو نتفقوا معهم أو ساندناهم فيما ذهبوا إليه لكن مجلس نواب الشعب سيد أحمد اللي ثم دفعوا على عوته للنشاط لفضه الشعب نعم أعرفوا ذلك لفضه الشعب أحمد الغيلوس صح 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 شوف إحنا عندنا زوز خيارات إما نمشي للمجهول مع السيد الرئيس وأنت تشوف في الوضعية ونماشي حكم فردي إنسداد كامل أنا نشوفها إنسداد كامل نجم واحدة أخرى نشوفها حاجة أخرى بلوكاج حتى في علاقاتنا الخارجية وبعدتهم نمشول أو أنك تقول أني عندي مجلس نواب الرجع الشرعية نعمل حكومة إنقاذ وطني تكون مقبولة عند العالم تعمل التزاماتها المالية على الأقل تكون شرعية يا سيد يا حال الأقل أن الشعب التونسي وقت اللي صح على قرض بعد أنت وولدك يقول بوم مدام الشعب هذا والنواب متاعه صح والقرض ندفعها أمانية تويكة لكن تعمل هذه التزامات أني غير ملزم بالتزاماتها أنا جتني بنقلاب باي أرى وقت باش نرجع للمجلس النواب أرى ما هيش لـ 2024 لا إطلق باش يرجع لمهمة واحدة اللي هي هو أنا يصلح سيد أخوي القانون الداخلي متاعه بما يفرض انضباطها كالفوضى اللي عملوها الناس لهيئة للانقلاب عملوها عن قصد وثم شكون اعترف بذلك وانت تعرف تقريب وكانت تحب نذكرك بيش كون يعملوا مساج ذكرنا بي لا لا عبير قالت الخدمة لكل خدمت عبير موسي قالت الخدمة لكل خدمت هنية للسيد الرئيس معنا الفوضى هذيك كانت مقصودة وكانت استراتيجية نسمى نها لكن هي تعتبر هذا نظال ضد حركتنا ضد الإسلامية والله الخدمة نهاية خدمة ضد الإخوانجية كما تسميه نحن نسموه فوضى هذيك النظال بري قدمي روحك للشعب ناضلي بطريقة أخرى ما تدمرش المؤسسات لكن عليش نحن نرجعوش نتناقشو بأريحية وبرود دم روحك للشعب بأريحية وبرود دم ما زال عنا ساعة كاملة مش نواصلوا نقاش في هذا الموضوع مش نحكيوه على الإصار في عقيرب هل هو مؤشر على فشل منظومة 25 جوليا 2021 هل تخط الرئيس هذه العقبة أم لا بعد لقاءه يوم أمس بمجموعة من ممثلي المجتمع المدني من معتمدية عقيرب من ولاية السفاقس المناظرة ما زالت متواصلة مع سرحان الناصري وأحمد الغيلوفي موجز الأخبار ورجعي